أزيد من 3.4 ملايير دينار هي تكلفة مشروع مصنع إيفيكو لتركيب الشاحنات الصناعية بولاية البويرة والذي يشرف على إنجازه مجمع إيفال بنسبة إدماج تبلغ 35% في المرحلة الأولى والذي ينتظر أن يدخل حيز الخدمة مطلع سنة 2020 وفق ما أكده رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد خلال إشرافه على إطلاق أشغال إنجاز المشروع بالقاعدة الصناعية سيدي خالد ببلدية واد بردي هذا المنزل يجب أن يدخل بالتركيب أكثر من كل المشروع ويجب أن يدخل من أجل من الفيديو ومن خلال إثنان إلى كل المنزل ومن خلال إليها بالتواجل تقوم بردية تقوم بتكلم عن 35% حداد يمين يتكسر مع المعيش المقاعدة الانجازية أربعة آلاف وحدة سنويا هي قدرة إنتاج مصنع إيفيك لتركيب الشاحنات الصناعية تطوير قاعدة صناعية من خلال استحداث مصانع تركيب الشاحنات من شأنه إعطاء قيمة مضافة لإقتصاد الوطني بتطوير مناولة من جهة وخفض فاطورة الاستراد بالعملة الصعبة وهو ما يعمل مجمع إيفال على تجسيده من خلال مصنع تركيب الشاحنات إيفيكو هذه العلامة التي بلغت حصة واردتها من الشاحنات 2000 وحدة السنة الماضية بفاطورة تقدر ب35 مليون أورو